السلام عليكم أخواتي في فيديو جديد تنتمنى تكونوا بخير وعلى خير اليوم سنتشارك معكم طريقتي كيف تنحافظ على الفريز او الفارولة يلا بغتو تحتفظوا به للشهر الكريم شهر رمضان الكريم إن شاء الله هذه هي الطريقة اللي تندير منذ سنوات هي اللي تنحافظ بها بالفريز دائما تنغسله كيف شفته تأتي بليا الماء ولا بيض في بنيو ديال الماء تيتلق الطراب كيف شفته ما يمكنش نغسله غير في شبكة نغسله في بنيو ديال الماء ونعوده لما حتي يبلينا أنه ما بقاش فيه تغبرة من بعد ما تسقطر في شبيكات تنقطع له غير نباتة للفوق نباتة الخضراء وتنخلي الفرزة تنحافظ بها كما هي تنجبدوه مباشرة من المجمد تنحطوه في العصر الليمون أو الحليب أول ما مخلوط مع الليمون واحد جدقائق وتنطحنوه سواء طحنة عادية أو الليمون تتحن ضغير ماشي تصافي بها الطريقة كان طريقة أخرى أنه تتحل الفرزة مع السكر حبيبات أو تقطع طريفات ويضيف له السكر سيندا كما تتحفظ لأنه تتحافظ أنا تتحفظ لأنه تتغير المضاق من المضاق في شكل ما أعجبني هالطريقات سوف نضيف سوف تتحفظ على شكل ما أقفتها لكي لا تأخذ المساحة وندخل المجمد لكي لا تتحفظ في الكنجيلاتور خليته 1-5 ديال الساعة أو 6 ساعة لكي ندرسه بالنسبة للحمد لقد قمت بحديث لذلك لذلك لقد قمت بحديث لقد قمت بحديث ندخل البلاستيك الغذائي ودخلته المجمد ثم بعد 5 ديال الساعة خرجته على هذا الشكل كيف تتحفظ ندخل الكنجيلاتور لقد قمت بحديث ونقوم بحديث هذا الانضمن في سوبير أو البلاستيكات بلاستيكات تكون كلها حبة معزولة على الأخرى لا تكون لاسق الكيمية التي تريد أن تنززها بسهولة كيف تشوفوا درت هذه السوبيرة فيها السيليكون تنضمن أن الهواء لا تدخلش تتبقى رحاتهم مزيانة بالنسبة لأخوات غير للتوضيح إذا لم أعرفوا هذه المعلومة هذه المثلة التي تلقوا في السوبيرة أو في الحاجة التي نأخذ بلاستيك تكون فيها رقم 5 إذن هذا البلاستيك ممكن ندخله للكونجيلاتور أو ندره فيه المواد الغذائية أما اللي لا تكون مكتبة في هذا العالم فإنه غير صالح باتاتل باش ندخله للتلاجة أو نحتفظه بالمأكولات ديالنا فيها دائما سنرد البال مع هذا البلاستيك ولو أنه تنخذه بأتمينة المرتفعة أو صالح للإستيمن فإنما تنحطوش في الحاجة سخونة باش ما تفاعلش معه تنزل برد الحاجة عاد سنحطوها هاي لكانت سخونة في المجمد هاي للتوضيح فقط احتفظ بكيميا في سوبيرا كيف شفتوا اللي بغيت من الفرز غادي نهزوه نعود أن نحطها تكون معزول على شكل حبات وما باقي غادي نحطوه في ساشيات كتبت التاريخ غير في وحدة غير في بلاستيكة وحدة باش ما يبقاش الكونجيلاتور كله مزوق بالاكتباه غير وحدة غادي نخليها الأخيرة إن شاء الله وغادي نبدأ نهز بيكات الخرين أو بلاستيكات سافيح نكمل أنا حتى نحتفظ به صراحة غير للشهر الكريم الأمل مقيتا بقاة نستهلكوه دا بطري هو عادة ممكن جميد يروح ثلاث منية أشهر لكن أنا مثلا نحتفظ بيش أكثر من ثلاثة ديال أشهر في المجمد بركة هذه هي الطريقة ديالي تنتمنى تعجبكم ونكون في التقو ما تنسوش لايك باش تشجعوني على المزيد من الفيديوهات والسلام عليكم ورحمة الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر